السلام عليكم مشاهدين الكرام أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج مشاكل بيئية في هذه الحلقة سنناقش أزمة الماء بالمغرب ضيف هذه الحلقة مهدي لميناء رئيس شبكة جمعيات درب غلف أهلا وسهلا بك سلمدي شكرا أخ يوسف شكرا لأنفس برايس على استضافة وشكرا لبرنامج مشاكل بيئية نعم سلمدي مؤخرا الشبكة درت حملة تحسيسية ندرة المياه في مجموعة من الأحياء تعمل نطقة درب غلف وهي حملة وطنية ستشمل العديد من المناطق كيف شدازت هذه الحملة وكيف كانت تجاوب الساكنة معها؟ أولا هذه الحملة مجموعة عملت مياهش يعني أنهم كانوا تتبعوا يعني الوضع البيئي وكذلك السياق الوطني اليوم التي تشعي بلادنا خاصة يعني في إطار تغيير المناخية يعني اليوم ندرة المياه يعني ضعيفة اليوم كي الجفاف وكذلك هي بنسبة للسدود أن تلك الإحصائيات لكيناء أنها قليلة يعني جاءت سيجابة على مجموعة من الإشكاليات من بينهم يعني يعني تعامل المواطنين والمواطنين مع الماء نظرا أن اليوم يعني الدولة أخذت مجموعة من تدابير من أجل يعني تقليص أو الحفاظ على الماء لكي على الأقل أن نضمنه استمرارية المواطنين والمواطنين وتتمتعوا بهذا العنصر الحيوي في هذه الأيام المقبلة أو في المستقبل نظرا أنه ما زال مطروح مشكلة الماء خاصة يعني في السنوات المقبلة وخاصة يعني في هذه السنة يعني كان مجموعة من المدن وليس عندهم الماء ولكن هناك مجموعة من المناطق المغنائبين ليس يوصلون لهم يعني تدابير أخرى من أجل يعني كما نقول يعني كما نقول شربت هذه الجغمة دي الماء نعم اليومة جميعات كثيرة في المنطقة يدرب غلية فكرة بشكل يعني كما نقول كبير من أجل المساهمة في هذه الدينامية أو مساهمة بجانب مجموعة من المؤسسات أخرى من بينهم يعني المؤسسات الإعلامية وكذلك مؤسسة دولة أخذات تدابير يعني إغلاق مؤقت نعم نعود إلى هذا البرنامج الدولة وهذا الشيء اللي دارت غير في إطار أنتوما هذه الحملة التحسيسية كيف كانت تجاوب المواطن معاكم وش المواطن وصلتوا هذه الفكرة على الأزمة اللي كينا حاليا دي الماء ولا بقي الأمر بعيد عليه ولا كيشوفوا بوحد شكل غير شي حاجة حملة إعلامية ديزا بالعكس أن مجموعة من المواطنين اللي تمتفع وليدينا معهم مشكل مباشر خاشرا يعني في الزيارة الميدانية كنت نزعهم جموعة منهم مطويات يعني تلقاوا يعني مواطنين يعني عندهم واحد الحرقة وعندهم واحد الخوف كبير على الماء وأنهم ممساعدين شوما يقلصوا أنهم يتعاملوا بشكل إيجابي في التدبير اليومي للماء نعم فإطار هذه الحملة التحسيسية يعني أشنا هي أشنا هي البابة كابتات بدربغلف شنو الخطوات المستقبلية فين ستكون عندكم؟ بالنسبة لنا يعني الحملاء يعني فواحد شقين هو شق مهلي ميداني يعني مستوى منطقة دربغلف يعني في مقاضعات المعارف وكذلك على المستوى الوطني غنديروا مجموعة من الوصالات يعني تعويات حسيسية خلال موقع ديال التواصل الشمائي يعني من حتى المواطنات والمواطنين متشبعين ديالتواصل الشمائي بالمساهمة يعني بجانب مجموعة من المتدخلين يعني في الحفاظ على الماء نعم في المدينة نشوف أنه أزمة الماء هي واحدة الإشكالية كبيرة وتتطلب تدخل العديد من الجهات انتوما كفاعلين جمعويين واش تشوف انت يا أنه الفاعل جمعوي جمعيات المجتمع المدني وواكبات هذه الإشكالية سواء بالتحسيس والتوعية أم أن الأمر بقي غير الاجتهادات ما كنش واحدة تنسيق يعني ما كنش هذه الحاملات اللي تدلونتوما واش كيشتغل فيها المجتمع المدني في مختلف مناطق المغرب وبالأخص في المناطق الأكثر يعني تضررا من هذه الندرات العلمية ولا غير هي سحابة صيف دايزا كيف تنسيقهم هذه المبادرة تشبقية يعني القناعات ديال الفاعلين المدنيين نعرفوا يعني الإمكانيات ديال الجميع المدني أنها إمكانيات ديالة يعني ضائلة وضعيفة جدا يعني في إطار غياب دعم ديال المجموعة من المتدخينية يعني نقول الدعم هو توفير أدوات لوجيستيكية توفير مطويات تشجيع المبادرات المحلية يعني مثل القاوية يعني واحد الغياب ديال القطاعات الوصية على هذا القطاع خاصة يعني مثلا الوزارة تدير واحد البرنامج وكما يتمش إشراك الفاعلين المدنيين مجموعة من المتدخين ما يمكنش أن توصل هذا الاستراتيجية ولا هذا الهدف ديال هاد السياسة العمومية يعني لذا أنا اليوم للفاعل المدني أنا تبقى مبادرات محلية يعني محدودة في الزمن وفي المكان نظراً يعني المجموعة من كما تقوله الموعيقات ليما تتخليش أن يوصل لمجموعة من الأهدف ولكن نسبياً لي ممكن أنا نشجله بأن المجتمع المدني أنا أشجل مجموعة من الإيجابيات خاصة في ظل يعني كوفيد أنه قام مجموعة من المبادرات ولقعت واحد تجاوب يعني الدور ديال المجتمع المدني هو الواسيط ما بينه ما بين الدور نحن ليس نصحوا هذا الأمر نحن ليس نصحوا هذا الأمر أن المجتمع المدني يقوم وحد دور في مجموعة من الأمور ومجموعة من المجالات غير هو في هذا الأمر الذي يخص أزمة الماء ماذا كانت براميج؟ ماذا نتوما كشبكة؟ ماذا الفاعل الجمعوي قدم براميج؟ قدم مشاريع للجهات الوصية سواء في القطاع العمومي أو القطاع الخاص للتنبيه أو المواكبة هل أنه مجموعة من الأزمة؟ هو الدور المجتمع المدني بحدود في هذه المسألة هذه المبادرات الدولة تبقى نداتية للمؤسسات المدنية في مجموعة من المناطق ولكن كانت مساهمة للمجتمع المدني وليس قليلاً وليس كثيراً يعني هذا تبقى إحصائيات ووطنية التي ستفرض علينا هذه النتيجة ولكن كانت مبادرات لم تكن مبادرات من طرف مؤسسة للدولة كانت طالب عروض من أجل تقديم مبادرات في التوعية وفي التحسيس ولكن ليس شمال مدني بالإمكانية التي لديها هذه المبادرة يعني لم تكن مبادرة مدنية محلية بإمكانية ذاتية يعني لم يكن لدينا شركة خاص ولا عمومي يعني هي من المساهمات للإنخلاطات للعضواء داخل الشبكة وفكرنا بأن في هذا السياق في 2024 يمكننا أن نساهمه هذا هو الدور للشبكة هو الدور ترافوعي من أجل مجموعة من القضايا واليوم قضية الماء هي متروحة لنا ممكن أن ننتجوا دائما المؤسسات العمومية أو المجلس المتاهبة اليوم تنتوجه المواطنين في مسألة الحملة ترافوعية تحسيسية بأهمية ندلة الماء نعم كميحور أخير أو كسؤال أخير هو كيف تقيمكم كفاعل جمعوي أنت كفاعل جمعوي كيف تقيمك الحملة التي قامت بها السلطات المحلية هذه الإجراءات التي قامت بها السلطات المحلية كيف تشوفها في هذا الموضوع تعني ندرة البيع هذه المبادرات التي أخذتهم الدولة هم تدابير أولية واستباقية من أجل أننا نحافظ على الماء لدينا ولكن أننا نعتبرها إيجابية ممكن أنها تشمل قطعة أخرى وكذلك أنها تحط المواطنين والمواطنين أنت في درجة أولى يعني لا نريد أننا في واحدة اللحظة نلقوا أننا سأستعملوا الماء غير في واحدة المقصة معين إلا كانوا المواطنين والمواطنين أنهم يعودوا بالأهمية أرغى أن يحافظوا واليوم ما رأينا لدينا مؤسسات التي تصدر تقارير يعني كيف يمكن أن يساركوا الماء في المدينة أو في الجهاد ممكن أننا يباني الدور للفاع المدني وكذلك الدور المؤسسات في هذه المبادرات التي تخدمتها يعني باسمين المبادرات هم مسؤولين اليوم أنت من باقي القطاعات من فناديق من المراكز سياحية من منشآت ريادية والتقافية النتيجة تقوم بنفس هذا الدور لكي على الأقل أننا لا تكون مثلا هذه النتيجة لدي العداد الشهري يبالي لكي واحد قريس لكن نجح سألكوا واحد العدد ممكن أننا نلقى صويلة قدرنا ندروا الترشيد حقيقي للماء نعم سلمدي نمينا رئيس شبكة جمعية حيدر بغلف شكرا جزيلا باسمكم مشاهدين الكرام نشكر سلمدي وإلى اللقاء في حلقة قادمة